نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بتعاون مع وزارة الشباب ورياضة ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة ذلك حول جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية وخلال الندوة تم استعرض مهام إدارة الشؤون المعنوية المختلفة والتي تنفذها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة لتعريف طلاب أسلوب عمل إدارة الشؤون المعنوية في تنمية الوعي المجتمعية وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء بالإضافة إلى إبراز جهود القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الشاملة للدولة مما يسهم في تحقيق تواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصري العظيم بمختلف فئاته وأطيافه